السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معاكم دكتورة نسمة. النهاردة اول محاضرة لنا في كورس الميكروبي الميتابوليزم اللي هو الايد الميكروبي. هنتناول خلال المحاضرة النهاردة التلات حاجات اساسية. اول حاجة عندي تعريف عملية الميتابوليزم. وهنشوف بتنقاس ملاقي وكمان اجزامبل لها. تاني حاجة ايه هي متطلبات عملية الميتابوليزم. واخر حاجة هندرسها في المحاضرة النهاردة هي ان احنا هنبدأ نقسم الكائنات عندي على حسب التغذية الى مجموعة من التقسيمات المختلفة. ومن خلال التقسيمة دي هنتعرف على بعض المصطلحات الهمة جدا اللي بكون لها علاقة بعملية الميتابوليزم. هنبدأ بقى ندرس مع بعض في اول شريحة وهو تعريف عملية الميتابوليزم. زي ما احنا شايفين بقول ان عملية الميتابوليزم بنعرفها على اساس ان هي كل التفاعلات الكيميائية اللي بتحدث عندي بداخل الخلية الحية. طيب احنا عارفين كلنا ان التفاعل الكيميائي اما بينتج عنه طاقة أو بيستهلك او بيحتاج طاقة يعني طيب لو التفاعل اللي عندي بيطلع طاقة بسميه بايه بسميه الكاتابوليزم اللي هي تفاعلات الهدم. من اسمها تفاعلات هدم يعني بيحدث عندي يعني تكسير اللي هي المركبات الكبيرة عشان تنتج عني عندي مركبات سمولر مولوكيولز زائد ايه زائد الطاقة اللي انا لسا ايلة عليها بتطلع عندي او بتنتج نتيجة ايه نتيجة تفاعلات الهدم. طيب لو التفاعل الكيميائي عندي بيحتاج طاقة في الحالة دي انا بسميه بالايه بسميه بالانابوليزم او البايوسينس اللي هي تفاعلات البناء او التخليق الحيوي. من اسمها انا بخلق او بكون عندي مركبات كبيرة اللي هي من ايه من مركبات صغيرة باستخدام الطاقة اللي طلعت عندي من ايه باستخدام الطاقة اللي طلعت عندي من عملية الكاتابوليزم يعني لو قلت سمولر مولوكيولز زائد انرجي هيتديني ايه لارجر مولوكيولز دي او المركبات الكبيرة دي هي دي المركبات اللي بتكون عندي سيل ايه سيل استراكشورز عشان كده بقول ان لكون من الكاتابوليزم والانابوليزم اللي اتنين دول كومبلمنتر البعض يعني مكاملين لبعض بمعنى ايه بمعنى ان الطاقة عندي اللي طلعت من عملية الهدم انا استخدمتها في عملية ايه في عملية البناء ويمكن الديجرام ده بيوضح الكلام اللي انا قلته ادي لارجر مولوكيولز تبدأ تتكسر اسناع عملية الكاتابوليزم عشان تديني ايه ملوكيولز زائد طاقة. الطاقة دي انا استخدمتها بعد كده في عملية الانابوليزم عشان ابني لارجر مولوكيولز من من صمول مولوكيولز بكده يكون اتعرفنا على تعريف الميتابوليزم وعرفنا الميتابوليزم بتنقسم الى ايه. اتنقسم الى ايه. طيب لو احنا عايزين بقى نعرف نظري كده تعريف اخر ليه كل من الكتابوليزم والانابوليزم هنشوف مع بعد بقول ان الكاتابوليزم اللي هي تفاعلات الهدم بقول بعرف زي ما قلت يا اي ما تعرفها زي ما انا قلت في الدرجام هي عبارة عن تكسير للارجر مولوكيولز عشان تدينو سمول مولوكيولز بلاس انرجي زائد الطاقة اللي طلعت عندي او تعرفها بمعنى اخر كل دي تعريفات مختلفة بقول ان هي انزيم طب يا طرح انا قلت انزيم ليه لان كل من الكاتابوليزم والانابوليزم سواء كانت تفاعلات بناء او تفاعلات هدم لتنين لازم محتاجين انزيمات علشان يتم عشان اقصر محتاجة انزيم وعشان ابني برضو محتاجة انزيم فعشان كده اول حاجة قلتها في التعريف فقول هي انزيم يعني تفاعلات كيميائية منظمة بوسطة الانزيمات نتيجة التفاعل الكيميائي ده بيانتر عندي ايه زائد ريليز انرجي بيانتر عن طاقة طب يا طرح الطاقة دي تطلع نتيجة ايه due to break down نتيجة التكسير او وفي الحالة دي انا بسميها يا اما بالكاتابوليزم او الكاتابوليك ريأكشن او الديجريتيف ريأكشن كل دي مصطلحات مختلفة لعملية الكاتابوليزم يعني لو انا قلتلك كاتابوليك ريأكشن ماشي لو انا قلتلك كاتابوليزم كل دول مصطلح للتعريف اللي انا لسا ايليه طيب اكزامبل لها لو انا قلت الشجر كمبليكس مولوكيول او كالارجر مولوكيولز هيبدأ يتقصر عندي يديني كاربون ديركسايد ومية ويطلع عند الطاقة عشان كده بقول ان الكاتابوليك ريأكشن او الديجريتيف ريأكشن هي اكسر جونيك ريأكشن يعني التفاعلات طاردة للحرارة طيب امال ايه اللي انا كاتبع على السهم ده كدبه ان التفاعل هنا بيكون هيدروليسز يعني بيحتاج الى اضافة ماء فبقول عليه هيدروليتيك ريأكشن يبقى كل تفاعلات الكاتابوليزمة عندي او الكاتابوليك ريأكشن بتكون هيدروليتيك يعني تفاعلات تحلل مائي يعني تحدث باضافة الايه تحدث باضافة المياه طيب ننتقل بقى ليه الانابوليزمة اللي هي تفاعلات البناء برضو نفس الكلام لما جا عرفة بقول انزيم لان هي بتحتاج الى الانزيم برضو عشان ايه عشان ابني زات وبهنا بتطلع طاقة اما هنا بتحتاج او بتستهلك ايه طاقة لو قلت صح ولو قلت يعني بتستهلك طاقة صح لاتنين صح طيب يا طرى الطاقة دي انا عاوزها ليه محتاجها لإيه عشان ابني عندي مراكبات معقدة ومراكبات كبيرة من مراكبات صغيرة طيب انا بسميه بالإيه كالتعريف ده بسميه بالانابوليزم او بسميه بالانابوليك ريأكشن او بسميه بالبايو سينستيك ريأكشن اللي هي تفاعلات البناء او تفاعلات التخليق الحيوي كل دي مصطلحات لنفس التعريف اللي انا لسأي لها طب لو خدنا اكزامبل طيب احنا عارفين طبعا اني وحدة بناء البروتين هي الايه هي الامينو أسد فلو تجمع عندي مجموعة من الامينو أسد ماشي هيبدأ يتكون عندي ايه بوتين طب وحدة بناء النيوكليك أسد هي الايه النيوكليك أسد مجموعة من النيوكليك أسد وحدة بناء البوليسكريد هي ايه هي السيمبل شغر برضو مجموعة من السيمبل شغر سواء كان مونوسكريد او ديسكريد هيديني الايه البوليسكريد طبعا كل سهل من دول انا كتبع عليه انرجي لان زي ما قلت ان التفاعلات الانابوليك رأكشن بتحتاج كونسيوم او ركواير ايه ركواير انرجي طيب كل التفاعلات كل المراكبات بقى الكبيرة اللي طلعت عندي دي اللي انا بديتها من مراكبات صغيرة سواء كان بروتين او نيوكليك اسد او بلوكسكارين كل المراكبات دي انا استخدمتها او محتاجها في ايه محتاجها للسيل جروس لنمو الخلية عندي عشان كده بساميه بالبايوسنستيك رأكشن لتفاعلات التخليق الحيوي وكمان زي ما انا قلت ان التفاعلات دي بينتر عنها ايه طاقة عشان كده سمتها بالاندرجونيك راكشن طب وما الاجوزقية الصغيرة لانا كенти بها دي بقول ان هي عبارة عن ديهايدريشن يعني بينتر عنها مية خلي بالك ان في الكاتابوليزم تفاعلات الهدم انا قلت ان هي عبارة عن هيدروليتك راكشن يعني تفاعلات تحلل ماء يعني انا محتاجة اضيف مية عشان التفاعل يحدوث أما في حالة الأنابوليزم أنا بقول عليها D-hydration وكلمة D يعني نزع يعني معنى كده أن أنا بنزع جزيق مية وبطلع عندي جزيق إيه؟ بطلع عندي جزيق مية يعني بستهلك طاقة وفي نفس الوقت بأنتج إيه؟ بأنتج عني جزيق مية يبقى تفاعلات الكريتابوليزم هيدوليتيكري اكشن أما تفاعلات الأنابوليزم D-hydration يعني تفاعلات فيها نزع لجزيق إيه؟ نزع لجزيق المية ده كان تعريف آخر لكل من الكاتابوليزم والانابوليزم وإكزامبيلي ننتقل بقى ليه النقطة اللي بعد كده ننتقل بقى ليه النقطة اللي بعد كده اللي هندرسها مع بعض فيه المحاضرة النهاردة وهي تقسيم الكائنات اللي عندي على حسب النيوتريشن طب حد يسأل كده بيقول ايه هي وعلاقة الموضوع ده بعملية الميتابوليزم أقولك ده أساس الميتابوليزم لأن احنا في أول شريحة قلنا الميتابوليزم هي كل التفاعلات الكيميائية اللي بتحدث عندي بداخل الخلية الحية طيب أول الكائن عندي ما بيحصل على المواد الغذائية وتبدأ المواد الغذائية دي تدخل بداخل جسم الكائن الحية مش بتبدأ يحصل عندي مجموعة من التفاعلات الكيميائية بداخل الجسم طيب التفاعلات دي متمثلة في ايه؟ متمثلة في الميتابوليزم أو عمليات الايد المختلفة علشان كده عشان نفهم عملية الايد كويس لازم نشوف التغذية في الكائنات بتتم ازاي؟ وهنقسم الكائنات لمجموعة من التقسيمات المختلفة لحسب التغذية ومن خلال التقسيمة دي هنعرف بعض المصطلحات الهمة جدا اللي بيكون لها ارتباط وسيط جدا بعملية الايه بعملية الميتابوليزم طيب يا طرى نقسمت الكائنات ازاي الدرجام الصغير اللي الباية انت بيشارع عليه دوت ملخص لك كل التعريفات اللي هم 15 تعريف اللي موجودين عندك دول يعني لو انت فهمت الدرجام ده معايا انت مش مضطر ان انت تحفظ 15 تعريف فخليك معايا بقى كده واحدة واحدة قسمت كل الكائنات اللي عندي على اساس ثلاثة بيز يعني على اساس ثلاثة قواعد انا بدأت ان انا قسم الكائنات اللي عندي او البيزة عندي على حسب يا طرى الكائنات اللي عندي بيحصل على الطاقة ازاي هل بيحصل على الطاقة من الضوء زي او من الشمس من اللايت زي النبات ولا بيحصل على الطاقة من خلال كيميكالي اكشن زي الانسان او زي الحيوان لو الكائنات اللي عندي بيحصل على الطاقة من خلال اللايت في الحلقة دي انا بسميه مقطق التروفيك ومقطع التروفيك دوت معناه الغذائي وفوتو يعني ضوئي يبقى فوتو التروفيك يعني ايه التخزية الضوئية طب لو كان لعندي بيحصل على الطاقة من خلال الكيميكиля إلهية التفاعولات الكيميائية سوى كان بيحدث تفاعولات كيميائية لأورجانيك كومباون أو إن أورجانيك كومباون في الحالة دي انا بسمي الكائنات دي ايه كيمو تروفيك وقلنا تروفيك يعني غزائي وكيمو جاية من الكيميائية يبقى كيميائية التغذية أو التغذية الكيميائية يبقى من أول بيز أو من أول تأسيم أنا عرفت عندي تعرفين الفوتوتروفيك والكيموتروفيك يبقى كده خلصنا من أول تعرفين اللي البورينتر بيشور عليه يبقى لو قلتلك إيه هو الفوتوتروفيك أورجانيز الكائنات اللي بتقدر تحصل على الطاقة من اللايت طب الكيمو الكائنات اللي بتحصل على الطاقة من خلال الكيميكري أكشن سواء كان او انورجانيك او انورجانيك كومبارن. ننتقل بقى ليه البزي التانية اللي هي القعدة التانية. قسمت الكائنات على حسب. يا طرح بتحصل على الكربون ازاي? والكربون ده انا محتاجة في ايه? طبعا محتاجة. لان كل البايو سينسز عندي محتاج كربون عشان يكون لي ديفرنت استراكشا او ديفرنت بايو سينسيتيك استراكشا عشان هي اللي بتكون لي السيل ماس او السيل جروس. يبقى الكان بيحصل على الكربون عشان عميت تانية منين. لو بيحصل على الكربون من خلال الانورجانيك كومبارن وهي المتمثلة عندي في الكربون او بمعن اخر يقدر يعمل في بنفسية الكاهن في الحالة دي انا بسمي الكائن عندي اوتوتروفيك! وكلمة اوتو يعني ذاتي. اوتوتروفيك يعني ذاتي التغزير تاب لاو الكائن اللي عندي ما قادرش يعمل فاắcちょ discبار الكربون ASH Centjun Erst Virginia ولكن يقدر يحصل على الكربون من الانورجانيك كومبارن زي الشجر. في الحالة انا بسميه ايه بسميه هتيروتروفك يعني غير ذاتي التغذية. طيب يبقى كده تلت تعريف رابع تعريف. يبقى لو قلتلك الكائلات اللي بتحصل على الكربون للبايو سينسز من الان او تقدر تعمل فكسيشن لكربون داوكسيد. طيب الهتيروتروفك اللي بتحصل على الكربون من الان او او كمباون. وما لقى الميكزو تروفك اللي انا كتبها ونسيت اكتبها في التعريفات هنا دي. الميكزو تروفك اللي هي مختلطة التغذية. احنا قلنا اوتو يعني زاتي. يتيرو غير زاتي. ميكزو يعني مختلط. يبقى ميكزو تروفك اللي هي مختلطة التغذية. ودي مجموعة من الكائنات تقدر تعمل لتنين. يعني هي تقدر تحصل على الكربون من خلال ان هي تعمل فكسيش الالكاربون ديركسايد المتمثل عندي في الان اورجانيك كومبورند وتقدر تحصل على الكاربون من خلال اورجانيك ايه كومبورد يعني هي تقدر تعمل كاوتو كايه كهيتيرو عشان كده انا سميتها بالميجزو ايه ميجزو تروفيك وهواريك الزمب اللي هي فيه الشريحة اللي بعد جدا يبقى بالبيز التانية او بالقاعدة التانية انا عرفت كمان تعرفيني اللي هما الاوتو تروفيك والهيتيرو ايه يبقى انا كده خلصت اربع تعريفات ننتقل بقى ليه البز التالتة على اساس الالكترون او الهايدوجين دولان وفي بعض الكتب بتلاقي على اساس الريديوز الおいfolاند اللي هي المكافئات المختزلة الريديوز الおいولاند دي الريديوز الおいfolاند دي الريديوز الおいfolاند ديات مجموعة من الكيميكا سابستانس اللي هي المواد الكيميائية اللي تقدر تعمل أو تقدر تحمل الإلكترون عندي أثناء أو تنقل الإلكترون أو البروتون عندي أثناء أثناء عملية الأجسادة والإختزال اللي بتتم عندي بداخل الخلية الحية بمعنى آخر يعني تقدر تدي الإلكترون أو تقدر تدي البروتون طب لو طب كل الكلام ده أنا محتاجة لإيه الأجسادة والإختزال ونقل الإلكترون ده يعني ليه اللي عملية دي بتتم بداخل الخلية الحية عشان ينتج عندي طاقة ما هي الطاقة عشان تطلع ليه متمثلة عندي في الاتب او الطاقة اللي بتطلع عندي. علشان احصل على الطاقة عندي لازم يحصل عندي انتقال الالكترونات. فانتقال الالكترونات اثناء عمالية الاختزال ده هو ده اللي بديني عند الطاقة. يبقى. علشان كده سميته لاقسمت الكائنات عندي القاعدة التالتة على اساس الالكترون او الهايدروجندونة. او على اساس ايه. عشان البايوستنساب Through Action لتفاعلات البناء. او على اساس ايه. او لانتاج الطاقة. يبقى اما يكون علشان خاطر تفاعلات البناء المختلفة او على اساس لانتاج الطاقة. انا قسمت الكائنات عندي. لو بتحصل على الالكترون او الهايدوجين دونر من الانورجين الكمبوند زي النايترايت او الهايدوجين سالفايد. في الحالة دي انا بسميها ليسو تروفيك. وكلمة ليسو هنا يعني ستون او روك. يعني معنى كده يعني اللي هي الحصى او او الصخر. عشان كده بقول ليسو تروفيك اللي هي التغذية الحصوية. يعني الانورجين الكمبوند اللي هي المتمثلة عندي في فيه المنرال. طيب لو رديوز ديكوفيلنت عندي او بيحصل على الالكترون بمعنى اخر بيحصل على الالكترون او الهايدوجين دونر. من الارجان الكمبوند في الحالة دي انا بسميها بالاي? بالارجانو تروفيك اللي هي ايه? التغذية العضوية. يبقى احنا كده خدنا التعريف وقم خمسة والتعريف فاقم ست. يبه لو قولتلك ايه هي اللي طوفة الكائنات اللي بتقدر نهيتها تنتج الطاقة عندي او اللي بيكون فيها الالكترون او الهيضر جندونة او بمعنى اخر جاي من ايه جاي من ايه. طب الكائنات اللي فيها او الالكترون الهيضر جندونة جاي من ايه. جاي من الهيضر جندونة. وقلنا الحاجات ديت انا محتاجاها عشان اعمل للطاقة او للبيو سينسز. يبه احنا كده خلصنا لحد تعريفة رقم ايه? ستة. مال من اول سبعة لحد خمسة. ايه التعريفات دي كلها? التعريفات دي كلها انا عملت دامج ما بين الحاجات التلاتة بيس دول. يعني ايه? يعني انا عندي فوتوتروفك. عملت دامج ما بين الفوتوتروفك والاوتوتروفك. فاداني ايه? فوتو اوتوتروفك. يبقى لو انا عملت دامج ما بين الحاجات دي او ربط ما بين التعريفات المختلفة دي انا هطلع الايه? التعريفات المختلطة او التعريفات المعقدة اللي انت شايفها بداية من رقم ايه بداية من رقم سبعة يبقى لو انا قلت فوتو اوتوتروفك اللي هو التعريف رقم سبعة ده معنى ايه معنى الكائنات اللي تقدر تحصل على الطاقة من اللايت وتقدر تحصل على الكربون من خلال ايه تعمل فكسيشن للكربون دايركسايد يبقى كده خلصنا من سبع تعريف. طيب التعريف رقم تمانية كيمو اوتوتروفك كيمو اوتوتروفك بس انا بعمل او دمج ازاي? انا قلته فوتو او تو. بعد كده قلت ايه? كيمو او تو. طب كيمو او تو دل هو ايه? الكائنات بعدها الحاجة اللي انا قلتها. الكائنات اللي بتحصلها على التوكة من خلال ان هي بتعمل ايه? كامل الكاريالي اكشن بس خلي بلقك الكامل الياكشن هنا. ال ايه? مانا قلت او تويو. بل الอرجانيك كومبان. وبتحصل على الكربون من خليجها نماتكة كيمو اوتوتروفي والكيميكال إكشاق nativa Ilit يدعوية كيمو كيميكالي اكشاق البيض بيحصل على الكربون من الارجاني كومبون زي الشكر يبقى احنا كده خلصنا ايه بداية من رقم 11 بقى انا بعمل دمج او خط ما بين التلاتة بيس دول يعني اقول ايه بص معايا كده البوري انتر بيشوري ازاي بقول فوتو ليسو اوتو بص انا عملت دمج ما بين ايه ما بين القاعدة الاولى والتانية والتالت فوتو ليسو اوتو طب لو انا قلتلك ايه الفوتو ليسو اوتو تروفيك اورجانيزم دي نفس الكلام يبقى فوتو بتحصل على الطاقة من الايه من اللايت ليسو ريديوز ايكوفيلانت فيها جاي من الان اورجاني كومباون اوتو بتحقم الفيكسيشن للكربون ايه دايكسين طيب يبقى احنا كده قلنا فوتو ليسو اوتو اللي بعدها بص البوري انتر بشوري ازاي كيمو ليسو اوتو كيمو ليسو اوتو تروفي بقدر نفس الكلام ونفس التعريف ننتقل بقى بعد كده طيب فوتو ارجانو هتيروتروفي حد يقول طب يا دكتور انت ما قلتش ليه فوتو ارجانو اوتوتروفي اللي هو التعريف ده وانت مش اخبط عليه فوتو ارجانو هتيروتروفي انا كنت بقول لك بالرد كالر اللي هو الحمر وعمل لك خط عليه لان هو تعريف غلط ليه فوتو يعني بيحصل على الطاقة من اللايت وأورجانه يعني بيدي الطاقة عندي أو بينتجو الطاقة أو يدوزي كوفلان جاي من الأورجانيك كومباون ماينفعش بقى أدمج الأورجانيك كومباون مع الأورجانيك كومباون ماينفعش أدمج الأورجانيك كومباون مع الأورتو تروفك ولكن ينفع أدمج الأورجانيك كومباون مع الأورتو تروفك لأيلي ده أورجانيك وأورجانيك أما ده أورجانيك وإن إيه إن أورجانيك يبقى ما ينفعش اقول photo organic autotrophic يبقى ممكن اجيبها لك في ضمن الاختيارات هو اساسا يكون مصطلح ايه مصطلح خاطئ يبقى ما ينفعش اقول photo organic autotrophic وما لا اقول ايه مكانه photo organic heterotrophic و photo organic heterotrophic نفس الكلام الكائنات اللي بتحصل على الطاقة من الايه من light و reduce equivalent فيها هو organic compound وبتحصل على كربون من خلال ال organic ايه من خلال ال organic compound طيب ننتقل بقى اللي بعد كده chemo organo heterotrophic برضو نفس الكلام يبقى خلصنا photo organic heterotrophic ندخل على chemo organo ايه chemo organo heterotrophic نفس الكلام برضو زي ما قلت التعريف بيحصل على الطاقة من chemical reaction بس chemical reaction اللي ايه لل organic compound وبيحصل على الكربون من organic compound و reduce the equivalent هنا كان organic ايه كان organic compound ننتقل بقى اللي اخر التعريف عنده هو chemo lyso heterotrophic chemo lyso heterotrophic chemo lyso heterotrophic chemo lyso heterotrophic و chemo lyso heterotrophic دوت نفس التعريف نفس الكلام برضو كل واحدة بشتق بقى من الديرجرام ده chemo طاقة من chemical reaction بس chemical reaction اللي ايه انا قلت lyso يبقى chemical reaction لل in organic compound lyso معناه ان ال reduced equivalent هنا كان in organic compound هتيرو بيحصل على الكربون عني من organic ايه ال organic compound والاكزامبل ليها الانيمالس والفرجاي والبروتستة اللي على فكرة لي معرفش البروتستة اللي هي الطلاقعيات وديها كائنات تشبه الفطريات ولكن تختلف في تركيب السلول بتاعه وانواع مختلفة من الايه من البروكاريوت بكده يكون خلصنا تقسيم الكائنات على حسب التغذية واعرفنا من خلال الديرجرام الصغير ده خمستاشر تعريف وبالميرزوتروفيك ايه ستاشر تعريف ننتقل بقى ليه الشريحة اللي بعد كده الشريحة اللي بعد كده بتوضح لك امثلة ليde الميكزوتروفيك اوجينيزم اللي هي الكائنات مختلطة التغذية وانا الكائنات المختلطت التغذية اللي هي تقدر تحصل على الكربون من خلال المهمات للكربون دايوكسايد اللي هو متمثل في الان او تقدر تحصل على الكربون من الاورجانيك كومباون يعني ميكس ما بين الاوتوتروفيك والهتيروتروفيك اللي هو زات التغذية وغير زات التغذية بسميها بالميكسوتروفيك اللي هي مختلطة التغذية عشان كده بقول ان هي هازمالتيبلتروفيك ليفلس يعني ليها اكثر من نمط غذائي الاوتوتروفيك خلي بالك من حيثة دي اشو ممكن اجيب بالك سؤال في الامتاعية الاوتوتروفيك ليها نمط غذائي واحد يبقى لو قلتلك الاوتوتروفيك ليها نمط غذائي واحد يعني نمط غذائي واحد صح لان هي بتاخد الكربون من خلال ان بتعمل فكسشن لكربون دايكسايد طب اللي تيو تروفيك برضو ليها single trophic mode أو single trophic level يعني ليها نمط غذائي واحدة وأن هي بتحصل على كربون من الأيه من organic compound أما الميجزو تروفيك ليها multiple trophic level ليها أكثر من نمط غذائي لأن هي تقدر تحصل على كربون من سواء كان organic compound أو من الأيه أو من الorganic compound يبقى احنا كده فهمنا الحتة دي اللي هي يعني ايه multiple trophic A multiple trophic levels وعرفنا ممكن تيجي سؤال ازاي طب اكزامبل بقى للميجزو تروفيك أورجانيزمس أول نبات عندي اللي هو نبات الكاسكتة اللي هو الدودر بلانت اللي هي النباتات الحولية اللي هي بتلتف عندي بتطلع عندي كده وبتلف حوالي النبات عشان كده بسميها بالبرازيتك ايه بالبرازيتك بلانت اللي هي نباتات المتطفلة لأن هي بتتطف على النبات وتلف زي ما احنا شايفين في الصور على النبات الأساسي عندي اكزامبل آخر للميجزو تروفيك أورجانيزم اليوجلينا والبروتوزور يبقى دي امثلة مختلفة للميجزوتروفيك اورجانيزم ودي صور توضح الدودر بلانت اللي هي نباتات الايه الحوليه. الجدول دوت انا لخصتلك فيه برضو تعريفات اللي احنا اخدناها اللي هي بقى التعريفات اللي هي مدمجة لنا دمجتها. فلو قلت لك طريقة التخزيه عندي لو قلت لك لو انت بقى هتطلخبط من الجدول ده هاتي الديجرام الصغير اللي انا شرحته وقعدت يعني فترة اشرح فيه. وقلت لك لو انت فلمت هتعرف كل التعريفات دي. حطه جنبك او حطه قدامك وانت هتعرف الجدول ده بكل سهول. لو قلت لك فوتو ليسي وتروفيك ، يلا يبقى الإنر الجو سورس هنا جاي من اين فوتو يبقى من اين من لايت. ليسو يبقى الكاربون سورس على الالكترون دونر القصدي او اللي هو رaling qualifiedIns морgent compound. وإ politicians يبقى الكاربون سورس جاي من اين من الالك ايه ،OUT Religion source. طيب ان اوكانيك سورسي لو متمثل في الايه في الكاربون ریکس smed طيب الان organic健ime compound اللي هي تتمثل الالكترون او زي الهيدروجين سالفايد زي الفرس كل الديت بتعمل في حالة الفوتوليسو اوتوتروفي الاجزامبل عندي زي البلانس اللي هو النبات والسيانو بكتيريا والالجي وخاصطة الجرين ايه والامثلة طبعا تتحفز كويس جدا تاني نوع عندي اللي هو فوتو ارجانو اوتيروتروفي خبي كل الكلام ده وانت استنتق اللي انا هقلك عليه فوتو يبقى الانرجو سورس جاamura من نين؟ جاise من اللا pH طيب هتيروتروفي يبقى الكربون جا Можно�يروتروفي جايم من الالجانك كومبالد زي الشغر طيب ύضل يبقى الإلكترون دونر أو هدريوس ديكروفلان جايم من نين؟ جايم من الالاجانك كومبالد لكبال زي الكربو هيدريات وزي البوطين وزي الليبد ويستنبال للكائنات اللي هي فوتو هتيروتروفي زي الروضباكتر والهيليو ايه والهيليوبكتيريا الرودوبكتر والهيليوبكتيريا النوع التاني من النوترشين كيمو ليسو اوتوتروفق يلا نستنتر مع بعض كيمو يبقى طاقة جاي منين جاي من الكيميكال ريأكشن بس ايه طرل tills الوينيك ولا ايصان ايصان ب Munich انا قلت ليسو يبقى كيميكال spareaction للايه للأيصان ايصان ايصان بروفو طيب ليسو معاناها الالكترون دونر عندي لو توكروفل انت عندي هنا كان ايه كان inorganic compound. ultotrophic معنا أن الكربون جاي من الى? جاي من الان. انت مش تفهم اي حاجة من انا بقولها في الشيريحة دي. غير لو انت كنت فيمت معي كويس جدا الدياغرام اللي انا قلت عليه. طيب اقضل بقى لي الكيمو اللي يسته اوتو طوفيك هو نيتریفيرينج بكتيريا والاير اونكسيديزينج بكتيريا والسالفا اونكسيديزينج بكتيريا والسالفا اونكسيديزينج بكتيري. ننتقل ليه آخر تعريف عندي هو الكيمو أورجانو هو تيروتروفيك يلا نستنتج مع بعض كيمو يبقى التقى جاية عندي من الكيميكرر اكشن للإيه؟ للأورجانك ولا إنورجانك؟ أشوف اللي بعد كيمو أورجانو ولا ليسو؟ ليسو يبقى جاية من الكيميكر اكشن للإيه؟ للأورجانك سبستريل طيب هتيروتروفيك معناها عندي إن الكربون سورس جاي منين؟ جاي من الأورجانيك كومباوند والإلكترون دونر عندي هنا طالما قلت ارجانه يبقى ايه يبقى جاي من ال ارجانيك ايه جاي من ال ارجانيك كومبارد الاكزامبل عندي الاشريش كولايوي الباصيلة اسبريشيس يبقى دي كانت different modes to the nutrition كل واحدة فيها باعرف الانرجي سورس الانرجي سورس من اول مقطع فورته يبقى light فورته يبقى light كيمو يبقى كيميكا الرياكشن طب يطر ارجانيك ولا ان ارجانيك لو بعد الكيمو مقطع ليسه يبقى جاي من الكيميكا الرياكشن للانرجانيك لو بعد الكيمو مقطع أورجاني يبقى الكيميكري أكشن لأورجاني كومبورن بعد كده بشوف أوتوتروفيك يبقى جاي الكربون من إيه من أورجاني كومبورن زي الكربون ديكسايد طب هيطيره يبقى الكربون جاي من إيه من الأورجاني كومبورن طيب بعرف الريديوز إكويفلاند أو اللي هو الإلكترون أو الهايدروجين دونر من إيه من المقطع اللي في النص اللي هو ليسه والأورجاني ولو ليسه يبقى إن أورجاني كومبورن وإجزامبلس لها لو أورجانه يبقى جاي من الأورجان الكمبورن وبعد كده بحفظ examples على كل نوع من دول يبقى كده يكون خلصنا أهمها جزئية في المحاضرة بتاعتنا النهاردة اللي هي إزاي تم تقسيم الكائنات على حسب النيتريشن وعرفنا من خلال التقسيمة دي مصطلحات همة جدا بتكون موضع كتير جدا للأسئلة في الامتحان الشريحة دي بقى واللي بعدها نفس الكلام اللي أنا قلته ولكن أنا بقوله نظري يعني أنت هتكرأ الكلام ده فقط أنا بقولك هنا أنا قسمت الكائنات اللي عندي على حسب تلاتة بيز يعني يإما الطريقة اللي بياخد بيها الكربون يإما الطريقة اللي بياخد بها الطاقة أو على أساس بيرديوزنج وفلا زي ما قلتلك طب على أساس الكربون عشان يعمل سينسز للسيل ماس يإما أوتو يبقى بيعمل فكسشن لكربون داوك سايد يإما هاتيرو بياخد الكربون عندي من أورجانيك كومبورن يأما ميكسو بياخد الكربونة عندي سواء كان من ان اورجانيك او اورجانيك. طيب على حسب الطاقة يطبقى بياخد الطاقة من اللايت يبقى فوتو لو بياخدها من الكيميكالي اكشن يبقى كيموتروفق. طبعا انا بقول ده بسرعة لان الكلام ده انا شرحته في الديجرام اللي انا لخصتوله. البيز التالتة على اساس الريديوست اكويفلاند. على اساس الريديوست اكويفلاند انا قسمت الايه? انا قسمت عندي الكائنات. قلت يا ايه ما يكون ليسو تغفق? يعني الريديوست اكويفلاند عندي او الالكترون او الهايدوشون دونر عندي كان البيز التالتة اللي هي هقسم الكائنات عندي على حسب الريديوست اكويفلاند. قلت عرفت ايه هي هي مركبات كيميائية بتنقل عندي الالكترونات اللي محتاجة عندي لي عشان انتج عندي طاقة اثناء عملية ايه? البيو سينسز. طيب الريديوست اكويفلاند عندي دي لو كانت يعني مركبات عضوية زي الامونيا زي الهادوجين سالفايد زي الفرس تبقى ليسو تروفيك والتبساميها بالتغذية الحصوية. ننتقل بقى لبعض الاسئلة على جزء النيوتريشن او على جزء التغذية اول سؤال عندي بيقول هل النباتات عندي عضوية التغذية? لا طبعا لاني النباتات عندي ليسو تروفس لان هي بتستخدم الووتر المية كاليكترون دونر او كريديوست ايكوفلاند في عملية البايو سينسز او في عملية الانيرجي ودوكشن. وبالتالي انا بقول على النباتات ليسو تروفس مش اورجاناتروفس. امال مين الاورجاناتروفس عندي? الاورجاناتروفس عندي متمثل فيها الانيمالز او الفانجار لان هي تستخدم الاورجانيك كاليكترون دونر عشان تنتج عندي الاتب. طيب هل النبات ما يقدرش يستخدم الارجانيك كالكترون دونر يقدر علشان كده بقول النبات يقدر يعمل كده but this is not taken into account ولكن دوت ما بيتخدش في الحزبان او في الاعتبار لان الاساس فيه النبات انه بيستخدم المية كالكترون دونر علشان كده بقول على النبات انه هو الليسوتروفس. طب ايه طرق ايه هي الليسوتروفس? الليسوتروفس هي مجموعة كبيرة من الكائنات بتستخدم الان ارجانيك كومباونز او الان ارجانيك اللي هي بتعتبر يعني الاصل بتاعها اه معدني او كالكترون دونر في عملية سواء كان من خلال او لانتاج الاتب من خلال الايروبيك او الانايروبيك ريسبايريش. اخر السؤال عندي ايه هو الاختلاف ما بين الهيتيوتروف والهيتيوتروف? اللي اجابة طبعا ما فيش اي اختلاف ما بين الهيتيوتروف و الهيتيوتروف. طب ازاي? لو انت فكر وانا كنت بشرح الدياجرام اللي هو ملخص لك الموضوع ده كله. كنت بقول لك الهيتيوتروف الهيتيوتروف عندي هنا او الالكترون دونر عندي هنا كان الهيتيوتروف بيحصل على الكربون من الهيتيوتروف يعني لتنين الاصل فيهم ايه? لتنين الاصل فيهم الهيتيوتروف. سواء كان الهيتيوتروف بقى لعملية البيو سينسس عشان كده بياخد كربون من الهيتيوتروف للبيو سينسس او او عشان لعملية انتاج لانتاج الطاقة. عشان كده بقول ما فيش اي بل بالعكس لاتنين مواضفين لنفس المعنى للكائن لان هما بيستخدموا الاتنين بيستخدموا الارجانيك ايه? الاتنين بيستخدموا الارجانيك سواء لانتاج الطاقة او لعملية بكده يكون خلصنا جزء وكل ما يتعلق بيه. ننتقل بقى لي الجزء اللي بعد كده وهي متطلبات عملية الميتابوليزم. عملية الميتابوليزم عشان تتم انا محتاجة ثلاث حاجات اساسية. اول حاجة عندي الانزيمات زي ما قلت في الشريح الاولى ان الانزيمات مهمة جدا لكل من كاتابوليك ري اكشن لها تفاعلات الهدم والانابوليك ري اكشن لها تفاعلات البناء. طيب محتاج ايه ثاني غير الانزيمات محتاجة طاقة سواء كانت جاية من المواد الغذائية او جاية من اللايت اللي هو بتاع السن اللي هي ضوء الشمس محتاجة اخر حاجة عندي الادنوزين ترايفوسفيد والادنوزين ترايفوسفيد دوت اي كابتال تي كابتال بي كابتال دوت مركب مسؤول ان هو يعمل عندي عملية منيجينج للطاقة لان هو بيعمل كمخزل للطاقة في الخلية لو انا مثل تقولك بمثال بسيط لو انت معك فائد من الفلوس ومش عارف تحفظ الفلوس دي فين فبتبدأ تحفظها في البنك وقت ما بتحتاج الفلوس بتسحب عندك من الحساب البنكي او من البنك نفس الكلام الخلية لما بيكون عندها فائد من الطاقة تبدأ تحفظ الطاقة دي في المخزن بتاحها اللي هو الاتب لما تحتاج الطاقة تبدأ تسحب من الاتب فبقول عليه ان هو مركب مسؤول ان هو يعمل منيجينج للطاقة طيب يا طرق بقى عايزين نعرف التركيب الكيميائي لجزء الاتب نذهب كيفية في الخلفية ان الاتب كيفية يتكون اول حاجة عندي من مجموعة الادينين من المجموعة الادينين المرتبطة بك بصكر خمس ال ريبوز الادينين و الادينين و الراينين اب甘 لrateει اثنين دول كوم ان كان مجموعة الفوسفان لأحداث��ين كانوا يعتمون ال Veggie يحتوي على 3 مجموعات من الفوسفاة طب يا ترى الطاقة متخزنة فين او موجودة فين الطاقة متخزنة عندي فيه الربطة الترفية او السيرد فوسفات جروب ربطة الفوسفات الترفية فلما تتكسر عندي الربطة دي تيبدأ عندي الاتب بدل ما كان ثلاث مجموعات من الفوسفات هيبقى مجموعتين بس من الفوسفات فهيسميه ادينوزين ضاي فوسفات بدل ما كانت راي بقى ضاي يبقى ادينوزين ضاي فوسفات وانطلقت عندي انقصرت ربطة الفوسفات الترفية او السيرد فوسفات جروب وانطاق عندي الطاقة نفس الكلام اللي أنا قلته ده موجود عندي فيه المعادلة الATP هيديني ADP ADENOZINE TRIFUSFAT هيديني ADENOZINE DIFUSFAT زائد مجموعة فوسفات زائد الطاقة ودوت عندي متمثل فيه الكاتابوليك ريأكشن اللي بيطلع فيها الطاقة طيب لو أنا عايزة أكون عندي جزء ATP ADENOZINE DIFUSFAT زائد مجموعة الفوسفات اللي طلعت زائد طاقة هيديني ADENOZINE A TRIFUSFAT اللي هو مغزن الطاقة في الـ A مغزن الطاقة في الخليل بكده يكون احنا خلصنا الجزء الأول من المحاضرة بتاعتنا كده احنا يكون خلصنا الجزء الأول من المحاضرة بتاعتنا واللي درسنا فيه تعريف الميتابوليزم وتقسيم الميتابوليزم سواء كان كاتابوليزم وانابوليزم وعرفنا تعريفهم وأمثلة لهم كمان أهم جزء فيه المحاضرة مهم جدا وبيكون موضع كتير للأسئلة هو تقسيم الكائنات على حسب الـ NUTRITION وعرفنا من خلال الدرجام الصغير اللي شرحناه بكل سهولة عرفنا نقدر نستنتج منه 15 أو 16 تعريف احنا في غيرنا ان احنا نحفظهم لو احنا فهمنا الدرجام كويس جدا واخرى حاجة خدناه فيه المحاضرة بتاعتنا هي متطلبات عملية الميتابوليزم واللي كان منها الـ ATP ودرسنا بالتفصيل ان شاء الله الفيديو الجاي هنستكمل الجزء الثاني من المحاضرة وهو الانزيمات كأحد متطلبات عملية الميتابوليزم بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص واشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته